ظهر لي خط باهت في نتيجة اختبار الحمل المنزلي ده يعتبر حمل ولا مش حمل في حالة النهاردة نتكلم عن الحمل في شهر الأول نتكلم عن اختبار الحمل المنزلي خط الباهت الخط الداكن ونتكلم عن الفرق بين دم الحيض و دم الحملة دم دورة شهرية و دم الحمل وهبشارك ان شاء الله بشرة خير و يا ضبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة بدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم ومن ولاه وذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على حبيب المصطفى صلى الله عليه وعليه وعليه وصحبه فبها نسعد بإذن الله تعالى أيوه لو ظهر لي خط باهت حضرتك حمل ألف مون ليه ما ظهرش خط دايك إن بيزة اختبار الحمل المنزلي فيه منتج بي إيس من أقل تركيز فلذلك بيظهر خط دايك فيه منتج تاني بيظهر الحمل من أعلى تركيز أو من تركيز عالي شوية فلذلك لو التركيز بتاع حضرتك كان وليل شوية وده لإعتبارات كتيرة إنه هو بداية الحمل ومفيش أي مشكلة فلذلك ممكن يظهر خط بات في الحالتين انت حامل ألف مليون مبلو بس عشان نتأكد أكتر بنعمل اختبار حمل عن طريق الدم ده الأضمن والأسلم ولكن بنسبة 99% مبروك أنت حامل وتعالي لنا يلا بقى واشتركي في قناة رشدة عشان نبدأ بداية صح مع بعض الفرق ما بين دم الحيض ودم الحمل يعني لما يكون فيه نقاط من الدم نازلة من حضرتك وبتبقي شكة هل أنا كده حامل ولا مش حامل طبعا الدم اللي بينزل من دورة شهرية هو دم غزيل شوية أما الدم اللي بينزل من الحمل أحيانا مش لازم كل الناس يحصدون كده ولكن بعض الناس انغراس البيضة في جدار الرحم بيخلف من وراه بعض نقاط الدم بتبقى نازلة لونها بني شوية أكسدت بقى لونها بني ده الفرق ما بين دم الحيض ودم الحمل طيب لو حضرك عرفت ان انت حامل خلاص وتأكدنا إن شاء الله بإذنك يا رب لو حضرك حسيت بأي تعب دور برد صداع أيا كان أو حضرك أصلا بتتعالج من مرض ما ربنا يشفي الجميع ولكن بمجرد ما حضرك تعرف انك حامل لازم تعملي سطوب لأي دواء بعد أن نتأكد من إن الدواء اللي حضرك هتخديه مناسب لفترة الحمل ليه؟ لأن في الفترة دي كتير جداً يكونوا حوامل وبعضهن ياخد أدوية بتكون النتيجة من وراها إن الدم بينزل بقى بيحصل إجهاد وهذا الإجهاد بتفسروا إن كانت الدورة متأخرة ونزلت لا كان ممكن يكون حامل وبسبب إن حضرك خدت دواء غلق بيحصل إنه بينزل ما تخفيش لو أخدت دواء ولسه مكاملين في الحمل هذا الدواء مش هيعمل أي تشوهات لأن ما فيش تشوهات بتحصل في الشهر الأول من الحمل تشوهات ممكن تحصل من أي دواء غلق من بعد هذه الشهر لكن خلينا متعهدين إن أي دواء لازم نستشير الطبيب قبل ما ناخده بمجرد ما تعرف حضرتك إنك حاجة الحركة الكتيرة الماشية اللي إحنا بنشوفه في المسلسلات إن إحنا أول ما البطلة تعرف إنها حامل جزء هيقولها على مهلك شوية والكلام ده جميل فعلا نقدر نحافظ على حركتنا مش بالمبالغة اللي بيتصورها لنا دراما ولكن أيوة ما نشيلش حاجات تقيلة ما نبذلش مجهود قوي جدا عشان إحنا في لسه في البدايات وكل واحدة تختلف عن التانية في واحدة بتكون قوية في البنيان إدي لو تحركت مش هيحصل حاجة في بعض البنات ممكن يكون عندهم جدار رحم مثلا ضعيف شوية فأي حركة ممكن تؤثر على سرع مليات الحمل في البدايات ولذلك أيضا السفر فيه الشور الأولى لو ما كانش ليه ضرورة فبلاش منه عشان الطريق لأي مطبات صناعية وإنتي مشياء أي مشكلة فيه طريق الخبطات اللي بتحصل نتيجة المواصلات العامة الحاجات دي كلها ممكن تؤثر على الحمل من بداية الحمل هنتعود إن احنا يكون أكلنا أكل بيتي وده بالمختصر المفيد الأكل البيتي النظيف نبعد عن أكل الشارع نبعد عن أكل المطاعم نخلي أكلنا كل بيتي يا لوزة وبلاش رم رمى من بره حتى لو جيت وقلت لي ده أنا بأكل في أفخر وأفخم الأماكن وأفخم المطاعم هقولك برضو ما تعرفيش اللي بيحصل وراء المطابخ وراء الكواليس اللي ممكن يحصل أي تلوس ممكن يؤثر على الحامل لإن في فترة الحمل ومجرد ما تبقي حامل المناعة بتاعت حضرتك بتضعف وده شيء في السيولوجي بيحصل لكل الحوامل فبالتالي اللي بتكون عرضة لأي عدوى وأي عدوى ممكن تطالك من الأول هتتعبك جدا الأكل المفيد في فترة الحمل أكل ربنا كله نكتر من الأكل اللي فيه البروتين الحيواني والبروتين النباتي زي البقليات زي اللحوم الحمرة الدواجن الأسماك والبيض ولكن نتأكد من طهي الطعام كويس جدا ده الأكل المفيد والخضروات بكل أنواح الخضروات الدكنة الورقيات ولكن بكميات معتدل عشان يحصدناش مشاكل في القولون الحبوب الكاملة العدسة العدسة مفيد جدا في فترة البدايات لأنه فيه حمض الفلك عالي جدا والفواكه فيها مضوضات أكسادة وفيها فيتامينات تقدر تفيد الحامل خلينا نتفق على أن أكل ربنا سبحانه وتعالى إلا خلقه لنا هو الأكل الصحي المفيد لفترة الحمل جرى العرف أن الفيتامينات في فترة الحمل في البداية ما بتتوصفش إلا في حالات معينة لو الحالة نفسها الحامل نفسها كانت بتعاني من فقر دم شديد ولكن لو مش بتعاني من أي فقر دم معداش أنيميا معداش فقر دم فالفيتامين المهم عندنا هو حمض الفلك أو فيتامين بي تسعة حمض الفلك تقدر يجيبيه من أي صيدلية ولكن برضو نتأكد أن بعد استشارة الطبيب ولكن هو يعني متعارف عليه أن أول ثلاث شهور يفضل أن ناخد قرص حمض الفلك بجرعة 500 مايكرو جرام أول ثلاث شهور للوقاية وحماية الجنين من حدوث التشوهات في الأنبوب العصوي والجهاز العصبي والعمود الفقري عند الجنين طيب كتير جداً بيسألوا عايزين نسبة الحمل عايزين الحمل ده ما يضيعش مننا إحنا كنا بنحلم بالحمل ودي أحلى لحظة في حياتنا نحنا كنا حول طيب مسبة الحمل هو عبارة عن إيه هو عبارة عن هيرمون مكافئ يعني إيه مكافئ يعني يشبه كثيراً الهيرمون اللي بيحصل أصلاً في بداية الحمل هو هيرمون البريجسترون هذا الهيرمون لو قال في فترة الحمل ده اللي بيسبب الإجهاض في بداية الحمل لذلك الطبيب بيصف بعض هذا الهيرمون في صورة أقرص أو في صورة تحميل إليال لبوس في بعض الحالات بتكون حؤن طيب مثابة الحمل ضروري لكل حوامل؟ لا مش ضروري لكل حوامل بعض الأطباء كمان ذهب إلى إن ما ينفعش إن إحنا نكتب مسبتات الحمل في بداية الحمل وذلك لإن الحمل لو صحي ولو الحمل سليم ولو النطفة صح والتخصيب حصل صح فالحمل هيكمل لوحده ولكن ما ينفعش أثبت حاجة وهي أصلاً بدايتها مش صح فده فكر بعض الأطباء ولكن بعض الأطباء التانيين بيوصفوا مثبتات الحمل ولكن مثبت الحمل بيختلف من إمرأة لأخرى حسب الجرعة وحسب تاريخ هذه المرأة فيه هل حملت قبل كده أكتر من مرة هل ولدت قيصري أكتر من مرة وكل حاجات دي بتتحط فيه الاعتبار لما الطبيب يصف متبت الحمل طبعاً زيارة الطبيب في هذه الفترة مهمة جداً ليه؟ لإن عندنا تحاليل لازم تتعمل وطبيب لما بيقولك اعمل التحاليل دي لإن هذه التحاليل هيتبني عليها حاجات لو مشيت عليها صح هتبقى الدنيا صح يعني بعد الشهر لو اكتشف الطبيب أن حضرتك عندك أنيميا أو عندك مثلاً أملاح أو عندك التهاب في مسالك البولية أو عندك مثلاً لقدر ضغطة عالي أو سكر أو 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 طبالحاجات دي كلها ما ينفعش مع الحمل لا تنفع مع الحمل ولكن محتاجة معاملة معينة إذا عرفة أن حضرتك عندك كذا أو كذا أو كذا ولما بتتعامل معها صح وفقاً لأرشدات الطبيب الحمل بيكمل صح وما فيش أي مشكلة بتحصل للجنين ولكن المشكلة دايماً لما بنبدأ غلط وبنتجاهل اللي عندنا فبالتالي بتحصل مشاكل لقدر ضغطة للجنين في البدايات وممكن الحمل ما يكملش مع حضرتك لازم تعملي صونار فعلاً طيب هل بيظهر الجنين هو في الشهر الأول مش هيظهر يا الجنين ولكن أهم حاجة أنه يتم التأكد من أن كيس الحمل في الرحم وما هيكون فين؟ حتى الثاني بعض الحالات بيكون كيس الحمل مش موجود في الرحم بيكون لقدر الله الحمل حصل خارج الرحم في منطقة اسمها قناة فالو ودي ما ينفعش يحصل فيها الحمل ولكن بعض الحالات القليلة بيحصل عندهم الحمل خارج الرحم ودي بتكون حالة خطيرة جداً لازم تسعى في المرأة فيها ويتم إنزال الحمل خوفاً على حياتها كده كده ما فيش حاجة اسمها أن احنا هنسيبه ومش هيكمل لأن دي مش مكان يعيش فيه أي جنين فلازم يتم التأكد من أن كيس الحمل ظهر وظهر جوه الرحم أما ظهور الجنين نفسه فهو صغير جداً 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 لا يستطيع الجهاز أو لا يستطيع السنار أنه يلتقط صورة واضحة ليه عشان حضراتك تشوفيه إن شاء الله في الشهور اللي جاية هنشوف أحلى جنين بإذنك يا رب ودلوقتي همالك تشترك في قناة الرشدة يلا نكمل مع بعض أحلى رحلة إن شاء الله وتكون رحلة صح سلام عليكم